السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة شف صلاح البتني قبل ما بدأوا فيديو طنات عن هاليوم لا تنسوا تصلي وتسلموا على رسول الله لأفضل صلوات على بالي المعظم تعكم ما ينجحش معهم بيسكويرولي ولكن اليوم إن شاء الله رح نشاركوا معكم بأسهل طريقة وينجح معكم من أول تجربة وأيضا نقدروا نقولوا على البيسكويرولي من الوصفات السهلة الممتنعة يعني مقادير بسيطة والطريقة تعود تحت تحضير سهلة ولكن ممكن ينجح معاك ممكن ما ينجحش معاك اليوم إن شاء الله رح أعطيكم الأسرار تعوه باش إن شاء الله ينجح معاكم من أول تجربة خليكم على الوصف مشاهدة متعة للجميع وش نحتاجه كمقادير أول حاجة عندي كاس غير أربع انتع فارينة أو كاس غير أسبوع انتع فارينة أربع كاس انتع الزيت أربع كاس انتع الحليب ونحتاجه نصف كاس انتع السكر نحتاجه أيضا هنا بات فروي يور بات فروي هذي عند فروي يور أي ذوق تحتاجه رأي تبع عند اللي بيع جزن حلويات خمس حبات انتع البيض يكونوا كبار بدرجة حارة الغرفة قرصة ملح ونحتاجوا لافاني المقادير سنجدونكم في صندوق الوصف بالوزن ونجدونكم أيضا بالكوؤس اللي هنا أول حاجة سنسيباريو للصفار عن البيض كما قلتكم ديروا خمس حبات انتع البيض يكونوا كبار ويكونوا أيضا بدرجة حارة الغرفة أول حاجة البيض تحبوا تخبطوه بالباتور ولا تخبطوه مع هذا السكر مع القرصة تعمل حتى يصبح ميرانج يعني القوام يكون ثقيل حاولي ست دقائق ولا سبع دقائق وهو يتخلط وإذا عندكم الباتور تخدموا بالباتور أيضا نتجة رح تكون نفسها هذا هو القوام اللي تحصلنا عليه نحطوا الميرانج على جهة ونخدموا الصفار عندي خمسة صفار بيض درت لهم أربع كاس انتع الحليب ونخلطوه مليح مع هذك البيض ومن بعد نزيد ونضيفوه أربع كاس انتع الزيت سنخليكم المقادير بالقرام في صندوق الوسف ونخلطوه مليح بعد ما نضيفوه ذيك الزيت من بعد يبقى لنا الفارينة كما قلتكم عندي كاس غير أصبع انتع فارينة نكيلت بهذا الكاس اللي رفت 220 ميلي لتر كام المقادير عندي أيضا ملعاقات على فاني نكهو الجنواز دعنا ونخلطوه مكونات كام بالفوي حتى يصبح الخليط المتجانس من بعد هنا وش رح نديرو نجيبوه ملعاقة تكون كبيرة من هذك الميرانج ونخلطوها او نخفوه بها هذك الصفر كما كنت شوه الصفر روي ثقيل لازم نخفوه بشوية على البيض حتى يصبح القوام كريمي اللي هنا الخطوة هذي الأولى تقدروا تخبطوه بسرعة عادي ما يهمش متخافوش من بعد ما يصبح عندنا القوام يعني يخفف شوية بهذك الميرانج نقول لهم نفرغو الخليط نتاع الصفر على البيض اللي هنا رح نضيف كاملا ذاك الخليط تاع الصفر على البيض ونخلطوه غير من الفوق اللي تحت غير بالعقل اللي هنا خبطوه غير بالعقل باش ما تنزلوش هذك الفوليوم تاع البيض تحبو تخدموه بالفوق ولا تخدموه بسباتول كما تحبوه المهم خدموه غير بالعقل حتى نشوفوا القوام بتاعكم ولا ليس وحافظوا على هذك طلوع انتاع البيض من بعد رح نجيبوه هنا بلاتو المقاس تاعه 40 على 30 فرشته بورقة طهي وزيت تدهنته بالزيت باش من بعد نحيو الورقة طهي تاعنا بكل سهولة نحاولو ان نمشيو هذك اللاجينواز تاعنا او هذك الخليط تاعنا على كامل هذك البلاتو نسويوها جيدا بالاخرين تخدموه باش يجي مسطح المسطح يعني جيم مسطح هل جينواز تاعنا فوتوها الفرن على 180 دراجة شعلوا الهامل تحتها لمدة 12 دقائقة كتفوت 12 دقائقة نطفيو عليها مشعلوا الهامل فوق تاخذ لون محمر من بعد غيرا انتجبوه هيا سخونة نقلبوها بنحولها هذك الورقة طهي كما اقول لكم وهيا سخونة ما تخليوهاش تبرد باش البيسكويت تاعكم من بعدها تروليوه ما يتشقلكمش لأنه أنا اللي هنا خليتها بردت هاد الخطأ ما تديروش من بعد الهنا جبت البات فروي يور او بات فروي انا استعملت الهنا المير انتوما استعملوا كاين الكارز كاين الليمون اي ذوق انتوما تحبوه انا قدرت تعال المير كان ايضا تعال الكارز كاين تعال فارولا كاين تعال فرومبواز كان اذوق كثيرة وراحتوا تلقوه في المحلات اللي بيعوا دوزا الحلويات ومن بعد الهنا الرولي وشوفوا لنا كيفاش تشقق ليلي انو خليته برد حاولوا ما تخليوا شي برد ولكن ما يهمش حتى وبرد لكم راح يتشقلكم فقط من فوق ونروا ليوا بهذه الطريقة ومن بعد انقطعوا اللي طرنشتنا بهذه الطريقة لازم الموس يكون مسنن باش يجيوكم الحبات كامل كيف كيف واللي هنا ايضا كما كنتوا راح نزيد نقطع معكم الحبة الثانية انا راني اي حاجات طيح منا ولا منا ناكلها معلش بعد ما كامل نقطع الكمية تاعي يعني درت الكمية لبس بها اللي هنا تحبو دلهم في الكيسات ولا تحبو تحطوهم كما تحبو لكم الاختيار لكيسات اذا درتوهم للدار يعني مش للضيف تقدروا تحطوهم هكاك ومن بعد تبقى في الزين لكم الاختيار تحبو تخليوها كاك يعني كيكة كبيرة ودلوا لها الكريمة ومبعد تقطعوها تحبو تزينوها كما زينت هنا بالسيكور جلاسي كل واحد وطريقة تعوه في الزين تحبو دلوا ايضا الباتاتات رتيني تاع الشوكولة من الفوق كما تحبو يعني وش يحبو الاطفال تاعك أنا فقط أعطيتكم الفكرة وعطيتكم الطريقة باش تنجح معكم تبعوا الفيديو من الاول الاخير باش تسمعوا كامل اسرار اللي سميتهم لكم وان شاء الله تنجح معكم راهي سهلة وبسيطة اذا الهنا وصلنا نهاية هاتفيديو هذي النتيجة تحصلت عليها موقعنا نقول لكم شاهدكم بالصحة ما تنسوش تبارتاجوا لفيديو مع الأصدقاء والأحباب ما تنسوش تدعموني في الانستغرام لكم تشوف في اسهل الشاشة تشوفوا اللي هناك فاش جات خفيفة شوفوا جات خفيفة من أرواح ما يكون إن هذي ياملي حبزة في الأطفال يفطروا بها تلوا في أرواحكم شاهدكم بالصحة والسلام عليكم